شبابكم حد بدوا أهول معنا أنا وياك هكذا متفقين صحاب يعني أنت في احترام للجيمز شكرا لإلك الدريع بالفتن لما تحكي عن حالك كموسيقي أو كعازف لطارك تستعمل مصطلح هوبيست أو هاوي بحب الجيمينج بحب الفيلم وبحب الميوزيك اطلعت بجيم ميوزيك سماش موسيقى اهي جوجل اطلع المشهد هالمشهد تكرر ببيت دريع أكثر من مرة من أول زيارة للقبو زي ما محمد بسميه رح تعرف إنك قدام شخصية ما في منها تنين في الأردن أو حتى بالعالم وزي ما دريع أو دكتور دريع ما بعمل شغلة إن كان في مجال المؤثرات المرئية والسينمائية أو الموسيقى إلا إذا أتقنها فقهويته كمان لازم تكون على الأصوص ليش أول إشي بتعمله؟ بتشرب قهوة ألا بتلعب جيم فبشرب قهوتي أول طبعا بعدين بنجعل جيم طب بمين راح تلعام؟ أنا راح ألعب أكومة أنا فيجا دايما مختار آه والله فيجا صراحة أكبر كاونتر لأكومة أنا بتفائل لما تكون الفرسيت عندي بس ما زبطتش جاهز؟ دريع أظن بكفي فضايح بدي أركز بالحكي عشان نحكي أكتر عن شغلك وعن كل إشي تاني خليني أبلش بموضوع المؤثرات البصرية والسينمائية بالأفلام والمسلسلات طبعا المشاريع اللي انت اشتغلت عليها لا تعد ولا تحصى يعني شفت كثير أشياء منها وأنا فايت لعندك كيف يجاك مشروع فيلم ذيب وشو يعني قصتك معه؟ هلأ فعليا فيلم ذيب صارت أنه فيه صاحب دل الدايركترز خص علي كان أول إشي فيه تست فعملنا التست وكان زي ما تحكي فيه قبول يعني بجدارة وأثر عليك بمسيرتك المهنية بتحس هذا الفيلم؟ طبعا طبعا يعني بما أنه الفيلم هو فيلم أردني ترشح أوسكرز يعني ما ضل هذا أكتر إشي ممكن واحد يحلم له أصلا ويسعاله يعني واحد كمان من المشاريع اللي اللي لازم أحكي معك فيها هو شغلك مع كريسيان رونالدو بواحد من الإعلانات الفكرة كانت غريبة جدا لأنه محاصرينه في وقت معين أنه لازم ينجزه بنص ساعة يخلص كل تصوير الإعلان بس كانت إكتبيرين صحيبة جدا وهو شخص عن جد متواضع جدا يعني ما توقعت تخيطت الموضوع أصعب بدريع مؤخرا جمعت كل الأشياء اللي بتحبها بمشروع واحد يلي هو Game Music Smash أعضرو أعضرو إيش هو Game Music Smash وليش قررت تعمله؟ أوكي هو برنامج على اليوتيوب ولكن كان صعوبة عندي أول إشي اللي هي بدي إيش بدي أنتج؟ فصرت يعني أول إشي أجمع أنا شو بحب؟ فبحب الجيمينج بحب الفيلم وبحب الميوزيك إطلعت بGame Music Smash واللي هو فعليا بلعب جيم بنفس الحلقة بعمل ريميك للميوزيك تاعتها بعيد صناعة الموسيقى تاعتها بأسلوب الروك يعني اللي هو أسلوبي بال اللي أنا بحب أعزفه عن جد طب أنا حابب أعرف أكتر كيف بتشتغل الموسيقى تبعت برنامج Game Music Smash تفرجيني كيف بتعمل الموسيقى؟ طبعاً لما روحت على غرفة الموسيقى بقبو دريع طلبت منه أعيش تجربة صنع حلقة Game Music Smash وعشتها على الآخر بس ما قعدنا قبل ما يسمعني القطع الموسيقية يلي عم بيشتغل عليها للحلقة الجاي ويفرجيني كيف بيسجلها دريع بالفتنة لما تحكي عن حالك كموسيقي أو كعزف غتار تستعمل مصطلح هوبيست أو هاوي مش قليلة هاي التسمية على واحد عزف مع فناني نكتار وكمان جزء محوري ومهم من باند اللي هي باند هيجان هلا هو صراحة أنا يعني الموسيقى كلها بشكل عام ما أخذها هواية يعني من أول يوم بلجت فيها في نوعين من الموسيقيين الموسيقيين اللي برتاحوا يكونوا وراء آله ويحكوا لك أنا ما بدي أكون بالضو وخلص أنا بحب بس أعزف أعمل شغلي وخلص وفي موسيقيين تانيين بيحبوا الضو بيحبوا أنهم هم يبينوا وأي نوع من الموسيقيين إنت أنا بشخصيتي زي ما أنت شايفني هلا وبحب أكون صاخب في أي مكان واسم البند هيجان فايرا هلا بدي ألعب أنا وإياك لعبة زي ما أنت شايف جوه المطربان في حبات قهوة أشهد جوه يا حبة قهوة أوه تعال 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 دريع مائبة لأنه نلعب لعبة القهوة غير ليطبع لي حبات قهوة ثلاثية الأبعاد 3D نستخدمها ولا يزيد مهارة جديدة على مهاراته وشغل جديدة ما كنت بعرف أنه بيعرفي عملها أول إشي شكراً على الحبات بدي أياك تكتب على كل حبة إشي إلو علاقة بهويتك الفنية اللي إلها علاقة بجيم ميوزيك سماش إلها علاقة بهويتك الفنية كعي عاز البيتار طيب أول كلمة شو هي؟ روفيشناليزم روفيشناليزم يجب أن ترجمها للعربي اللي هي الاحترافية في العمل خلينا نحكيها هاي إشي بدك تنتجوا بدك تعملوا اعملوا باحترافية شو ما كان يكون اعملوا بطريقة متميزة اللي هي المهارة هادي الكلمة على فكرة كنت أنا بدأ أكتبها بس تسارت مني خلص حكي مع دريع بس زي ما بلش بجيم انتهى بجيم حتى أحاول أغلبه هالمرة بس فوزي أكيد ما تم على إنسان حول مواهبه لمهارات وحول المهارات لمصدر رزق وسعادة لإله ولغيره دريع مش شخص بتشوفه وبتنسه بل هو شخص بذكرك دايما انه يا حاول تكون الأفضل باللي بتعمله يا ما تعمله من البداية والأهم من هات كله انه مش شرط تحصر حالك بمجال معين وشو ما اشتغلت المهم تشتغل بالمجال اللي بتحبه بس بمهارة موسيقى موسيقى موسيقى